وعلشان اعرف الترتيب الصحيح للاسلاك دايما بيكون البوجيه رقم واحد هو الاقرب الى سير المجموعة وده مكان سير المجموعة وده مكان البوجيه رقم واحد وبعدين البوجيه رقم اثنين وبعدين رقم ثلاثة وبعدين رقم اربعة لو عايز تسلع عربيتك بنفسك وتاخد خبرة وتوفر وقت وفلوس لو عايز تود عربيتك الورشة والمركز سيونة وتعرف طريقة الاصلاع والخطوات تابع معي السلام عليكم هتكلم في الفيديو على طريق تغيير اسلاك البوجيهات والترتيب الصحيح للأسلاك والنوع المناسب لسيارتك ولو حابب تعرف اكتر عن علامات تلف اسلاك البوجيهات وتأثيره على محرك السيارة ارجع الى الفيديو السابق وهتلاقي الرابط اعلى الشاشة وفي الاسفل في صندوق الوصف اما بالنسبة لانواع اسلاك البواجي فبتختلف من حيث الفولت والمقاومة وسمك السلك فهي بتختلف اذا كان محرك السيارة موديلات التمانينات واول التسعينات او اذا كان محرك السيارة حديث ما بعد سنة 2000 او محركات السيارات الرياضية ذات الاداء العالي ولو عايز تعرف سلك البوجيه المناسب لمحرك سيارتك هتدخل على صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقي ملف بي دي اف بيوضح موديل لسيارتك وعدد سيلندرات المحرك والسلك المناسب من حيث الفولت والمقاومة اما بالنسبة لطريق التغيير السلاك البوجيهات كلم على المحركات 4 سلندر وزي ما احنا شايفين ده محرك سيارة هينداي اكسينت او فيرنا والسلك المناسب للسيارة من السيليكون وسمك السلك 7 ملي متر وبعد كده وبكل سهولة هنقوم بفك السلك القديم زي ما احنا شايفين وبعد كده هنقوم بتركيب اسلاك البوجيه الجديدة وعلشان اعرف الترتيب الصحيح للاسلاك دايما بيكون البوجيه رقم واحد هو الاقرب الى سير المجموعة وده مكان سير المجموعة وده مكان البوجيه رقم واحد وبعدين البوجيه رقم اثنين وبعدين رقم ثلاثة وبعدين رقم اربعة اما بالنسبة للطرف التاني من السلك فبتكون ارقام البوجيهات مكتوبة على المبينة زي ما احنا شايفين وده سلك البوجيه رقم واحد وبعدين اثنين وثلاثة واربعة ولو سيارتك موديل قديم فبتكون ارقام البوجيهات مكتوبة على الاسبراتير زي ما احنا شايفين والخطوة اللي بعد كده هنقوم بتركيب الاسلاك الجديدة بالترتيب وبكل سهولة اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر